الأبراج اليومية الرابع من ديسمبر 2023 الاثنين تجلب بداية الأسبوع مشاكل مع مزاجك وفي معظم الحالات سيشعر الناس بعدم الأمان والاكتئاب والهوس بمشاكلهم الشخصية والتي يبدو اليوم شبه مستحيل حلها يجلب اليوم الاثنين التزامات أو مخاوفة مختلفة تتعلق بالوالدين أو بعض الأقارب المسنين الآخرين اليوم أرفض التأثير المحتمل عليك من الذكريات أو التجارب أو السهو أو أخطاء ماضيك غير السارة سيكون من الصعب على أقاربك في هذا اليوم التواصل معهم بشكل متناغم وخاصة النساء ستؤدي كثرة الالتزامات العائلية أو المهنية إلى استنفاذ الكثير من الطاقة التي تراكمت لديك خلال عطلة نهاية الأسبوع بقي السبعة هو عشرين يوما حتى نهاية العامة يوم اسم سعيدا لكل من يحتفل اليوم فست تحدث يوم الاثنين وتناقش الأخبار المتعلقة بحدث ما في حياة أقاربك أو أصدقائك أو زملاءك إذا تلقيت دعوة أو عرضا فقد يكون ذلك بداية لشيء جديد في حياتك اليوم ترك مشاكلك المنزلية أو العقارية في الخلفية لأنك لن تحقق التطور الذي تريده ينظر اليوم بحدث خاص يتعلق بصديق فأمامك يوم رائع طالما أنك تعرف ما تريد وكيف تحصل عليه فأمامك يوم ناجحنا التخطيط وتصرف على نطاق وسعفان صحة من حولك ستتطلب الاهتمام اليوم فستكون يوم الاثنين عرضة للتنازلات والتصفيات والتي ستكون خطوة جيدة من جانبك لخلق الانسجام في علاقتك في بداية الأسبوع اليوم أكثر من أي وقت مضى سوف تميل إلى الاستماع بعناية إلى ما يقوله الآخرون لك والحكم على كلاماتهم بحكمة بغض النظر عما يتحدثون عنه عندما تنشأ مشاكل في العلاقات المنزلية أو العائلية تصرف بالعقل وليس بالعاطفة سيكون هذا يوما مناسبا للرعاية أو أي نوع آخر من الالتزام المتعلق بممتلكات تقع في قرية أو في مكان آخر مأهول بالسكان فإن الحب اليوم سيكون حافزا مهما للإنجاحات التي تسعى لتحقيقها قد تتخذ اليوم قرارا يتعلق بالمعاشرة أو الزواج أو أي تغير آخر في الأسرة إذا كنت متزوجة بالفعل فسوف ينفد صبرك اليوم واستريد أن يحدث كل شيء الآن وعلى طريقتك الصراعات يمكن أن تضعك في موقف الحساس فاستعقد يوم الاثنين اجتماعا أو أي نوع آخر من الاتصال مع الأصدقاء الذين سيكون من المهم التحدث معهم عن المشكلات أو الأحداث الحالية فإن مسؤولية تنفيذ الخطط والمهام المهمة ستقع بالكامل على عتيقك اليوم سيكون من السذاجة هو لعبة الاعتماد على مساعدة الآخرين خاصة في الأشياء التي يمكنك القيام بها بأنفسك ستحتاج إلى تعبئة وتنظيم واحترافية أفضل فيما عليك القيام به اليوم يوم الاثنين وهذا الأسبوع بشكل عام ينظر بالكثير من العمل والكثير من المهام المسؤولة خاصة بالنسبة للأشياء التي تتوقع أن تكون الأساس لتطوير خطك الأخرى فسوف تملأك اليوم أحداث أو اجتماعات مختلفة بشكل غير متوقع بمجموعة واسعة من المشاعر مع ظهور أفكار أو مقترحات جديدة فسيكون يوم الاثنين يوماً مناسباً للإجراءات والقضايا القانونية أو القضائية على الرغم من احتمال حدوث المواقف مختلفة غير متوقعة خلال هذا اليوم قد تحدث تجربة غير متوقعة تتعلق باطفل أو أحد أفراد أسرته الذي يعيش على مسافة منك والذي لسبب ما ليس لديك اتصال يومي به فإن شؤون أسرتك المالية ستتطور كما توقعت اليوم فإنما ستختبره يوم الاثنين سيكون له أهمية مصيرية لحياتك ومصيرك سيكون من المهم اليوم أن ترى ما هو أبعد مما يحدث أمامك في الحياة الواقعية يجلب يوم الاثنين الكثيرة من الحظ والفرص ولكن قد تجد نفسك غير مستعد لبعضها سيكون من المهم اليوم عدم تفاقم مشاكلك بطريقة التواصل اللادع أو الوقحة فأمامك يوم جيداً مع ظهور فرص متنوعة لتنفيذ الخطط المهمة لك بسهولة التواصل مع الأشخاص الذين تعرفهم سيكون له تأثير إيجابي على مزاجك اليوم فسوف تميل يوم الاثنين إلى وضع خطط مهمة للأشياء التي ستشغله اهتمامك للأيام السابعة المقبلة سوف تناقش أفكاراً مختلفة غالباً مع أفراد عائلتك سيكون من الجيد اليوم أن تمتثله لرأي أو رغبة الأشخاص من حولك